بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين عارفين طبعا كلنا أن السوق الكبير اللي كان بيتعامل كل يوم جمعة في السيدة عيشة في مدينة القاهرة ابتدى يتفكك تمهيد لنقله لمكان آخر لكن طبعا هو تربية الحمام بصفة خاصة عملوا أسواق في محافظاتهم بعد ما كانوا بيتجمعوا كلهم في محافظة القاهرة وعموما الحمام اللي قدامنا ده جوز من الحمام الكنجي الزكر الأحمر والأنسة الأبيض في أسود عمرهم سبع شهور وجوز الحمام الكنجي ده عامل خمسمائة جنيه جوز حمام الرماية عامل مئة وستين جنيه والكسخانجي اللي قدامنا ده مئة وعشرين جنيه وأصفر ورق بثلتمائة وخمسين طبعا الأصفر الورق على حسب النوع والتربية والعمر بيختلف الأصفر الورق وبيوصل لألافات الجنيهات حمام الرماية في منه أنواع كتير إذا كنتم مهتم بتربية الحمام وحمام الغية اشترك في القناة وحط لايك للفيديو لرفعه لأكبر عدد من المشاهدين وعلشان تشجعنا أن نحن نصور لحضرتك من أسواق مختلفة زي النهاردة بنصور من مدينة المسلس محافظة السويس هتلاقي جميع أنواع الحمام وإن شاء الله الزواحف عندنا هنا على قناة السوق الحرة بأسعارها من محافظات مختلفة الحمام اللي قدامنا ده من الحمام اللاحم وهو الحمام اللاحم ده أصله فرنسي وجوز الحمام الأبيض بصفة خاصة اللي قدامنا ده ده أصله فرنسي من مزارع دينا من أيام مزارع دينا الحمام اللاحم بتلاقيه يعني وهو بيأكل ولده لو حطط له طاج تاني بتلاقيه باض يعني قعد على البيض الجديد لغاية ما يطلع في نفس الوقت هو بيأكل ولاده الأولانين دي ميزة الحمام اللاحم بصفة خاصة الحمام اللاحم الفرنسي أسواء الحمام والزواحف كتير في جمهورية مصر العربية وبتتعامل تقريبا كلها يوم الجمعة من الساعة 6 تقريبا الصبح لغاية صلاة الجمعة زي ما هنشوف حضراتكم بيبقى فيه أعداد كميات كبيرة من الناس اللي بيشتري واللي بيبيع وكمان بيبقى فيه تبادلات بينهم وبين بعضهم زي ما بقول لحضراتكم اللي أول مرة يشوف القناة يشترك فيها ويحط لايك للفيديو علشان تشجعونا أن نعمل لكم فيديوهات كتير شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر